السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الغليين في كل مكان اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة بنزل نهولكم قبل السوق الناس اللي متابعة حركة السوق في سوق السيدة عائشة ونزلت الكام سوق اللي فات وزي ما قلنا لكم اول معرفنا ان فيه طلبيات لم عملت فيديو قلت لكم ان معظم العصافير هتتلم ولكن الاسعار هتبقى وحشة وفعلا السوق اللي فات الناس اللي نزلت والناس اللي متابعة كان فيه لما على معظم العصافير ولكن الاسعار كانت قليلة جدا طبعا مكرنة كمان بان اسعار الاعلاف والحبوب بترفع جامد الفترة دي ومجرد ما الناس لقت ان فيه طلبيات بتلم العصافير بدأ ناس تروج ان انت اتمسك بطيورك وما اتبعهاش والكلام اللي احنا سمعناه في فيديوهات كتير لناس كتير طبعا انا بتمنى ان الاسعار تزيد لان انا في الاخر وفي الاول انا مربي واللي بيعود عليك وبتتضرر منه انا كمان بتضرر منه ولكن انا ليه رأي تاني لازم في الفترة دي تستغل الطلبيات مبدئيا الطلبيات الناس اللي مش فاهمة كتير الطلبيات اللي مطلوبة الايام دي اي نعم مطلوب معظم العصافير ولكن الطلبيات قليلة هتشتغل فترة وتقف وهيرجع يتقفل عليك تاني فما تسمعش كلام حد واستغل الفترة دي ان انت تخف الطيور عندي الناس اللي بتنصحك وتقول ان انت مبيعش طيورك وتمسك باسعار الطيور الناس دي بتنزل في السوق وبشوفها بعنية وهي ببيع طيور فما تخليش حد يضحك عليك الايام دي وقعة خف طيورك وربي على قدك وعلى قد مزاجك تجارة العصافير يعتبر تضمارك كتجارة وتفريخ وانتاج في ربي على قدك الاكل غالي اما ان انت تتمسك بطيورك سوقين تلاتة على ما الاسعار تتحسن صدقني حتى لو الاسعار اتحسنت وتحسنت مثلا فرق بسيط فلو جيت تحسبها ان انت ركنت عندك العصافية الاسبوعين تلاتة هتلاقي ان الطيور في الاسبوعين التلاتة دول كلوا بتامنهم حبوب بالاخص طبعا الناس اللي بتربي عصافير استرالي اللي هي العصافير العادية الرخيصة فما تسمعش كلام حد الاسعار مش هتتحسن والطلبية دي خلنا فاكرين اننا يعني الحمد الله دايما اننا بكون سابق اننا ما يبقى فيه طلبيات بقول لكم وما بيبقى فيه توقعات بسيء او بحاجة حلوة بقولها لكم اخدوها مني الطلبيات اللي مطلوبة طلبيات قليلة ومش هتطول فاستغل الفترة دي ان انت لو عندك طيور زايدة عنك نزلها ووفر اكلها ووفر شربها ووفر خدمتك وطبعا اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن مدائل كتير للحبوب بما ان الحبوب غلق ممكن تخش على القناة دلوقتي هتلاقي فيديوهات في داك وهتلاقي فيديوهات تعرفك وتوريك ازاي لغينا استخدامنا للحبوب اللي هي البلكم والفلارس بعد ما اسعارها غيره ودي يا شباب نصيحتي ليكم قبل السوق ما تنساش لايك على الفيديو لو عجبك او استفدت منه ما تنساش كمان الاشتراك في القناة شكرا لبتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته